السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الدكتور عدنا قنبر باحث في جامعة كارسروة ألمانيا اليوم راح أتكلم عن الخطوة الأولى بتصميم adapter primer for gateway cloning and designing ATTB1 and ATTB2 PCR primers for gene cloning in the vector إذن هذا متلاحظ معنا بشكل عام عندما يكون عندك PCR protect هذه القطعة المستهدفة من الجين تريد إدخالها في entry clone قبل إدخال هذه القطعة من الجين لازم تكون محاطة بما يسمى بالadapter والpramer fragment تسمى الadapter ATT كلمة المختصرة جاء من attach لأنه تعمل الاتصاق مع الpramer الخاص بالجين فتشكل ATTB1 ثم تتم هذا بالamplification بالPCR بأن نحصى على قطعة من الجين تكون محاطة بالATTB1 أو ما يسمى بالadapter برايمر الخاص بالجين كيف نبدأ بهذا؟ بشكل عام الهدف من هذه الخطوة تسمين برايمر كما قلنا هو الحصول على هذا القطع من الجين المحاطة بالadapter حيث يتم تفاعله ما يسمى بالBB clonase مع دونر فيكتور الذي يحتوي على CCDB وهو killer gene ينتج مادة سامة فخلال عملية التفاعلية يتم تبادل ما بين هذا القطع جين مع CCDB فنحصل على clone يحتوي على قطع مستهدف منه نحن جين ثم نحصل على قطع من fragment أو dina تحتوي فقط على killer gene واللي ينتج مادة سامة وهذا هو بشكل عام كيف يحدث على مستوى nucleotide يتم عملية قطع في هذا المناطق على شكل blonde أو ما يسمى العلاق فعملية القطع تتم في هذا المنطقة بالنسبة للPCR product وبنسبة للdonor vector فتحدث عملية التبادل بحيث نلاحظ المنطقة المضللة تدخل للمنطقة donor vector وهذا أيضا تذهب للقطع من الATTP product وهذا هو يكون مستهدف لددين هذا هو الجين الخاص فينا إذن هو نوع من الجين مستهدف له علاقة بديهايدرين جين له علاقة بتحمل الابيوتوكسترس إذن كيف تحصل على هذا الجين تحصل عليه بأخذ الـ لأخذ اللوكس لهذا الجين نحصل على السيكوينس بالذهاب إلى الـ نسي بي آي إذن إذا كتبت نسي بي آي إذن نضع اسم اللوكس ونختار نيكليوتين نيكليوتين إذن سيرش فنحصل على الجين هذا هو للسيكوينس للجين إذن نختار من هذا السيكوينس الجين المنطقة المشفرة CDS إذن تظهر معي المنطقة المشفرة للـ CDS كما هي واضحة معنا كما هنا إذن المنطقة المشفرة لا تكون فقط تبدأ من الـ ATG ربما يكون ما قبل الـ ATG بعض سيكوينس مثل ما نلاحظ هنا تتباعة ونكليوتين أيضا ما بعدها الـ تتباعة 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 الخطوة الأولى وهي الخطوة أنا أسميها الخطوة صفر هو تصميم برايمر هذا يبدأ بشكل بعيد قليلا عن منطقة البدء وبشكل بعيد عن منطقة النهاية حتى نقوم بسيكوينس لهذا المنطقة ونتأكد أن هذه المنطقة مطابقة للتارجت الجين إذن نقوم بتصميم برايمر كما نقول صممنا برايمر من منطقة الـ ATG هذا هو الـ برايمر فورورد وإذن منطقة الـ ريفيرس صممنا برايمر ونعمل أمبليفكيشن ومن خلال البروداكت نرسلها لشركة خاصة حتى تحدد تتابعات Nucle 2D أو ما يسمى Sequencing لهذه المنطقة بعد تحديد التتابعات نعمل alignment باستخدام do alignment between the query and the subject باستخدام إما Mega 7 software أو Bio ED software خلال alignment لاحظنا أنه ما في فلق نهائيا أو بين target gene لنا وما بين الجين الموجود في NCBI فهذا شيء جيد إذن نبدأ بالخطوة الثانية بتحديد المنطقة فقط المشفرة تبدأ بالATG وتنتهي بالTGA وهذا هو amino acid لهذه المنطقة إذن نقوم بالخطوة بتحديد المنطقة بتصميم برايمة برايمة بدون بدون أدبتر إذن الفورورد لهذه المنطقة تبدأ بالATG بدون ما نعمل أي ريفيرس كومليمنت لها بينما ريفيرس برايمة تبدأ من منطقة النهائية ولكن بشكل هون بدأ تعمل ريفيرس كومليمنت لها إذن قلينا نتكلم شوي عن الهدف من الكلوني إذا كان الهدف من الكلوني إنه يكون عندك على C تيرمينل فلورسن جين ماركر مثل GFB أو يلو FB YFB سنتيمل فأنت لازم تحذف تقوم بعملية حذف للTGA أو ستوب كودون لماذا لما الأنظيم يشتغل من ATG ما يتوقف عند الTGA الترانسكريبش ما يتوقف عند TGA يتابع حتى يعمل amplification ل florecence area أو gene florecence gene marker فيظهر معنا بلون الهدف الـ green أو الأصفر اللي أنت تختار بالنسبة للإنت terminal فما في مشكلة إنك يكون في ATG موجود لأنه ليس stop كودون ولكن ضروري إنه ATG يكون موجود دائماً هنا حتى يعرف من أين يبدأ الbramer إذن هذه المنطقة الopen reading frame وتحاط إما بc terminal أو n terminal حسب الهدف من تجربتك كيف نصنع الforward primer ATB1 إذن نختار start code كما نلاحظ هنا إذن نرجع شوي إلى وراء إذن هاي ATG نبدأ من start code وثم designing forward primer نفس القطعة نستخدم كforward primer المرحلة الثانية هي adding الدابتر الدابتر هو موجود بمعنى sequence مخترح من قبل الشركة يعني مو اجتهاد منك لكن هذا sequence يجب نحتوي على AAA codon اللي هي بالشفر lycine ولازم تكون نفس الفريم يبقى معنى إذا start AAA يكون عندك 3 nucleotide 3 nucleotide إذن عندك الشركة اخترحت عليك من GGG حتى GCT يكون هاي ثابتة وعطتك الحرية الكاملة انك تختار NN ثم تضيف اليها لهذا الادابتر تضيف الforward primer اللي هو موجود معنا ATG ضفنا ATG هنا ال NN تختار انت عليك C G أو G أو C بشرط انه ما يكون stop codon كما ما يكون TAA أو TAG أو TGA هذا بالنسبة للforward بالنسبة للreverse primer نختار هذا المقطع من الـ Sequence للتارجت جين ونقوم بحذف TGA اللي هو stop codon حذفنا stop codon ناخد reverse complimentary من هذا القطعة اللي هي 22 base pair بعد ما نحدد reverse complimentary نضيف adding the adapter حسب الشركة المختار عليه هو GGG عندك TTT lysine وال tyrosine وبنهاية يكون عندك N حر انت بتختار ها فتختار اما GTA أو GTN او احنا اخترنا C فمنعمل اخر شيء من ضيف ATTB 2 reverse primer فاندا صار معي الان adapter plus reverse primer ولاحظوا C اخترنا بشكل انت حر في تختار C أو T أو G أو اشيء بس لانه ما رح يكون معنا stop code في هذه المنطقة مكون هيك حددنا البرميرين اللي هن الforward والreverse primer ما يسمى ATTB forward ATTB reverse لاحظ معي السيكوانس يبدأ من GGG ثم ATG HGT اللي هو starting codon للاخير بالنفس للreverse ما نلاحظ ايضا بيبدأ من GGG وينتهي بالCCG بدون stopping codon هذه الطريقة نكون صنعنا ما يسمى الadapter الذي سوف يحيط بالجين الذي سوف تقوم بنقله الى المشاهد كما شاهدنا قبل بهذا الغراف أو الفيجر وشكرا جزيلا لكم